موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا فيك وينما كنتم تابعين بحل أجديد من برنامج كله صحة والأخير لعام 2020 حصل كلاوة المسالك البولية ما هي؟ ما الذي يسببها؟ ما هي الأعراض؟ وما هي أحدث العلاجات؟ حول هذا الموضوع سنتحدث مع ضيفنا بالأستوديو دكتور عبد الحليم دراوشي مختص بجراحة المسالك البولية في المركز الطبي رابين دكتور عبد الحليم أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا أهلا وسهلا شكرا لإستضافة بالبرنامج أهلا طبعا دكتور اليوم نحن نركز على الحصة بالكلة وكمان بالمسالك البولية ولكن بداية إذا نعرف للمشاهدين ما نعني بالحصة في الكلا أو المسالك البولية؟ التعريف الصحيح هو الحصة في الكلا كل حصة البداية تبعتها في الكلوي بعد ذلك تمشي في الطريق لحد يتصل للمسالك البولية والمثاني أما البداية تبعتها بتبلش في الكلوي ومن هناك الطريق بتبلش للمسالك أهلا إذا بدنا نحكي بالنسبة للأسباب يعني إحنا هنا منحكي على الحصة يعني عادة طبعا رح نشوف كمان هي شايفين قدامنا على الشاشة أشكال متعددة للحصة في الكلة السؤال هنا من شو طبعا شو الأسباب شو اللي بيسبب أنه الواحد يكون عنده حصة؟ بالأساس هي ترسبات أملاح ومعادن الكلة معروفة هي وظيفتها كفلتر في الجسم تطلع الأوساخ المعادن الأملاح من الجسم طبعا لما فيه ترسب كمية كبيرة من أنواع المعادن من أنواع الأملاح هذه الأملاح مع بعض تعمل بتكون في تبلش تبلش تكون الكريستال ومن كذلك من هناك بتكون الحجار والحصة في الكلة السؤال هنا دكتور يعني احنا هنا زي ما شفنا بالبداية وفي مثلا أنواع متعددة تعني نقول للحصة هل هنا كمان النوعية بتختلف يعني المكونات بتكون مختلفة ولا بس الشكل والكبر أو الحجم؟ طبعا في عنا كثير أنواع حصة في الكلة 80% ما يقارب 80% من الحصة في داخله يوجد إحنا منسميه السيدان أو الكلس في داخل الحجر بس ما فقط الكلس موجود الكالسيوم في هذا الحجر الكالسيوم مجبور لكمان مركب ثاني يجتمع معه عشان يكون الحجار ف80% من الحجار فيها كالسيوم لكن 80% من هاي الحجار لازم يكون مركب ثاني وهو أغلبه الأكسلات في طبعا أنواع ثاني من الحجار إلى أحجار الحمتاء البولية الحمتاء أوريت الأحجار عند الأطفال التستينوريا أغلب الحجار فيها كالسيوم وأكسلات إذا دكتور يعني لما بتكون هذا الحجر هل يعني هو باخد بيكون لو صر له فترة بالجسم تيتكون يعني بيكون بالبداية زي فتات زي رمل وبعدين بتكون كحسو أو حجر ولا ممكن مرة واحدة يعني يتكون بفترة أصيرة ولا بدو مد زمنية أكيد عمر الحصى احنا ما بنعرفه أما هو الحجر بكبر شوي شوي الحجر ما بكبر خلال يوم هذه الكريستالات بأخذ لها وقت كثير عبين ما تتكون وتكبر وتتجمع وتكون الحجر الحجر ممكن يكون في كبر مليمتر أو أقل في إمكانية احنا نشوفه في المايكروسكوب ولكن الحجر ممكن يكون كبير حتى يصل كبر طابت جولف يعني كمية كبيرة كبر كبيرة طبع الحجر ثلاثة أو أربعة سنتيمتر في قلب الكلا السؤال هنا دكتور يعني طب هاي الأشياء زي ما احنا حكينا الكلاوي هي عبارة عن طبعا زي مصفاي يعني بتنظف الجسم ولكن شو اللي بسبب هل هو ما يمش نضيفه هل هو أنواع أكد معينة هل هي أمراض معينة لممكن تتساوي خلل من ناحية أو تكتر من هاي الكمية ويصير تعنقل ضغط على الكلا وهو ينظف فبتكوها من الحجر يعني فكيف بالضبط الإشي بصير؟ أول شي لازم نتطرك للشائعة أنه شرب المي من الحنفية أو شرب المي في بلدان معينة هو اللي بسبب الحجار في كثير مرضى بيجيوا عندي على العيادة فبقول لي أنا من البلد هاي بقولوا عنا في البلد إذا نشرب المي من الحنفية بصير عنا حجار للأسف هاي شائعة ما هي مزبوطة الكمية المي هي الشغلة المهمة جدا مش نوعية المي إذا كانت مي معدنية أو مي من الحنفية طبعا كمية المي هي المهمة جدا فعلى سبيل المثال تكون الاحجار هو ترسبات تبع املاح بما معناه إذا في عنا كمية املاح كبيرة اللي قاعدة بتترسب وبتكون الاحجار إذا في عنا كمية بول كمية مي اللي احنا بنشربها وبتشتف الكلاوي فعمليا إحنا ما بتكون عنا حجار إحنا دائما في عنا إفرازات تبع املاح ومعادن ولكن إذا بنستهلك كمية مي كبيرة اللي هي كنتيجة بصير عنا كمية بول كبيرة هي بتشتف وبتنظف هاي الكريستالات تبع الحجار طبعا في كثير مواد غذاء اللي إحنا لازم نبعد عنها حسب شو نوع الحجر اللي هو موجود عنا يعني هاي بحال إذا حدا اكتشفوا عنده حجار صحيح ما يقارب كمية الناس اللي بصير عندها حجر في مراحل الحياة تبعتها بين 10 ل 12% من جميع الناس الموجودين في دولة إسرائيل وفي العالم كله تقريبا بين 10 ل 12% رح يكون عندهم حالة حصة في الكلة لو مرة واحدة في الحياة يعني كل إنسان كل شخص من 10 أشخاص رح يكون عنده حصة في الكلة لو مرة واحدة في الحياة طبعا هذا بدل على أسلوب حياة معين وبالذات وبالذات قلة شرب المي يعني أهم إشي هي شرب المي بكمية كبيرة مضبوط طبعا إحنا دكتور كل تقريبا بكل البرامج بنحكي عن التغذية الصحية ونمط الحياة الصحية وقدش عن جد أهمية المي يعني فيه أشخاص اللي بتسمعهم بالمرة بيشربوش مي يعني ممكن يشربوا الشاي ممكن يشربوا أهبة ممكن يشربوا مشروبات غازية ومحلاء وكل هاي الأمور بس مي تقريبا يعني عن جد بيشربوش بالمرة فهاي الفئة يعني أكتر عرضة أنه يكون عندها حصة في الكلة أكيد إحنا بننصح الناس اللي عندهم حصة في الكلة أو أحدا من أفراد العائلة عنده حصة في الكلة لازم يشرب أكثر من عشر كاسات مية في اليوم يعني لازم يشرب أكثر من اثنين لتر مية في اليوم والناس اللي بتشتغل في الشمس أو بتعمل رياضة أو بتشتغل في المطبخ اللي هي فيه كمية إفرازات مش بالبول اللي هي في العراك وبالهوى فمنطلب منه ان يشربوا مية اكثر يعني احنا بالاخر بدنا كمية بول اللي هي ما تقارب اثنين لتر كل يوم عشان نمنع تكون هاي الحجار دكتور وكيف ممكن الواحد يعرف اذا عنده بشرب كمية كافية هل حسب لون البول عنده يعني ممكن الواحد هيك يعرف اذا لازم يشرب اكتر مية او هاء المية لانه يمكن كمان هون بظن اذا انا غلطانة صحيح احنا دكتور يعني حتى زي احنا عم نحكي مثلا زكرت هون اذا الواحد بشتغل بالشمس او بعمل رياضة اكتر وهكي بس كمان يمكن بحجم الانسان يمكن حسب وزنه حسب طوله يعني ما اظنش شخص اكتر بالوزن بحاجة لما ازاي واحد اضعف بالوزن ولا ما فيش علاقة في علاقة بالذات زي ما حكيتي التركيز تبع البول لما انت بتقول اللون تبع البول احنا بنا نبعد عن الشغلات اللي احنا بنوكلها طبعا اللي ممكن نتغير لون البول اما احنا بنقدر نعرف كمية البول يعني اذا احنا بنقدر نفوت على الحمام مرة كل ساعتين ثلاثة عشان نبول هاي نبول كمية مليحة كمية اللي هي مش مركزة البول لونه ابيض اكثر شفاخ فما فيش تركيز لاملاح ومعادن اما اذا منفوت كل ست سبع ساعات على الحمام وما فيش كمية طبعا يعني كمان اذا الواحد بيشوف انه اللون البول عنده اغماء هاي معناك بيقول انه لازم يشرب اكتر اكتر معه اكيد فيه انواع من الطعام اللي ممكن يتغير احنا خلن نحكي ما اظنش كل يوم احنا خلن نحكي مثلا دكتور شمندر شمندر اكيد شمندر اللي بعمل اشتي كمان اطعمي يعني اللي ممكن يتغير اللون ايه فيه انواع منه البهارات اللي ممكن يتغير الوان يتنكركم هاي الشئ اللي بتنسك لون مش ان كل الناس اما فيه امكانيين يتغير طبعا قليلي يعني اكيد مش باليوم يوم باكلوا هاي الاشياء يعني فانه كل ما كان فيه تركيز اكتر يشربوا اكتر مي هاي صحيح لازم نشرب مي كثير اوكي اذا كمان قلت شغلي دكتور وما كملتش بالنسبة للاغذية قلت اللي يكون عنده حجار فلازم يمتنع عن بعض الاطعمة شو هي اكيد بالاخر الحجر بتكون من معادن وهاي المعادن مايش موجودة في المي المعادن هاي موجودة في الطعام يعني الحجار طبعاتنا بتتكون من المعادن اللي احنا بنستهلكها من الطعام مثلا زي ما حكينا بالاول انه اغلب الحجار هني كالسيوم اكسالات الكالسيوم لحاله ما بقدر يعمل حجر فلازم له الاكسالات الاكسالات موجودة في اغذية صحية جدا مثل الشغلات الخضرة يعني السبانخ البامي البطاطا التوت الارضي اللوز الجوز الشاي الاسود الشاي الاخضر هاي الشغلات فيها كمية اكسالات عالية جدا احنا ما بنمنعها طبعا عن الناس احنا بنطلب فيه شغل الشاي نطلب اعتدال يعني نعم بالاخر اللي فيه عنده حجار وهذه الحجار احنا بنعرف انها بعد ما بعثناها على المختبر وبعد ما عملنا له الفحوصات اللي رحيني اتطرق لها بعدين بنعرف انه فيه عنده كمية اكسالات عالية الشغل الوحيد اللي احنا بنطلبها منه انه يخفف من استهلاك هاي الطعام السبانخ والبامي والتوت الارض وكل هاي الشغلات وفيه كمان اطعمة اخرى دكتور مثلا اذا بدنا نحكي على اخذية مصنعة اللي هي فيها نسبة املاحك كير عالي وهاي الشغلات غير طبعا كل الاتعم اللي بيزيدوها للنكهة وهاي الشغلات اللي هي طبعا كيموية وطبعا الى التأثير بالضبط نقطة مهمة جدا الكالسيوم هو موجود في داخل الدم الكالسيوم لما بيصل المصفاء للكلوي اذا بيجي معاه ملح فالملح دايما بربح فالكالسيوم بهرب للبول فلذلك اذا منستهلك كمية كبيرة من الملح هذا الاشي بيسبب بالاخر لهروب الكالسيوم للمسالك البولية وللبول وتكوين الاحجار في المستقبل فالشغلات اهم اشي اهم اشي زي ما حكيتي انه نبعد عن الاملاح السكر فيش ابحاث اللي بتقول انه السكر بعمل مشاكل اما في ابحاث بتقول عن الناس اللي فيه عندهم سكري اللي منتطرها بالبعدين نحكي عنها اذا من ناحية فئات هنا دكتور طبعا احنا حكينا انه ممكن اي شخص عشرة لبين 15 بالمية ممكن يصير عنده بمرحلة بالحياة انه عنده حصل والسؤال هنا اذا بدنا نحكي عن نساء ورجال فيه فرق فيه نسبة اكبر عند الرجال او عند النساء اكيد زي ما حكينا انه بين 10 ال 12 بالمية من الجمهور كلياته راح يكون عنده حجار اغلب الحجار اغلب الجيل اكثر جيل فيه حجار هو بين جيل الثلاثين والخمسين بس فيه هنا نقطة مهمة جدا انه الحجر ممكن يكون عند ايات شخص حتى عند الاطفال يعني ممكن يكون اطفال عمرهم سنة او سنتين ويكون عنده نحجار طبعا هذا الاشي ممكن يكون وراثي اكثر من ما انه كنتيجة من استهلاك من الطعام الغير صحي بالضبط زي ما حكيتي بالاول انه فيه نسبة الرجال اللي عندن حجار هنه اكثر من النساء لحد جيل خمسين ثلاث رجال مقابل مرأة واحدة عندن حجار يعني الزلام عندن اكثر حجار بعد جيل الخمسين بصير فيه تساوي بين الجهتين بس فيه اكثر شوية عند الرجال اللي هو واحد نقطة ثلاثة مقابل واحد من النساء اما طبعا اكثر عند الزلام زي ما حكينا بالاول راح يكون ممكن يكون عند ايات جيل بس الجيل الغالب هو ما فوق الثلاثين اربعين خمسين ودكتور هل ممكن كمان يكون علاقة يعني للاشخاص اللي بيحبوش مثلا بيكونوا خارج البيت بيحبوش يفوتوا على الحمام يبولوا بيمسكوا حالهم زي ما بيحقوا بيحصروا البولوا هيك هل ممكن كمان هذا الاشي يسبب للتراكمات او ما لهش علاقة فيه العلاقة في نوع من الاحجار مش في كل الاحجار فيه العلاقة في انواع الاحجار اللي هي ممكن يكون احجار تلوث ممكن يكون فيها فيروسات او ممكن يكون فيها بكتيريا هاي الاحجار ممكن تتكون مش بس بالكلة ممكن تتكون في المثاني في كيس البول ممكن تكون عند الرجال ممكن تكون عند النساء ونتيجة هاي الاحجار هي نتيجة لعدم تبول في الوقت والبول بيظلوا واقف زمن طويل مع حدوث البكتيريا فهناك هاي البكتيريا بتسبب انواع من احجار اسمها احجار استروفيت استروفيت ما معناه الالتهاب بالبول اللي بسبب الاحجار اها دكتور طبعا احنا رح نحكي على الاعراض بالنسبة للحصوة لكن هل بالفحصات تعالي نقول الروتينية لما الواحد بروح بعمل لازمها بعمل فحصات دام بعمل كمان طبعا فحصات البول هل ممكن يكون هناك مبين انه في اشي انه ممكن يعطيك تعي نقول زي ضي احمر انه ممكن يكون عندك استعداد لتكون حجر ممكن زي زي ما قلت باول الحلقة اذا بيكون رمل او بيكون اشي ترسبات من هالنوع اكيد عن الاعراض الطبية راح نتحدث اما عن الفحصات اذا ممكن احنا نعرف انه في عند الانسان حجار اول شغلة الحجار هي وراثية لكن مش في الجينات يعني وراثية ما يقارب 20-25% في العائلة اذا واحد من ابناء العائلة الابو او لم عندنا حجار 20-25% واحد من الاطفال راح يكون عنده حجار هذا مش نتيجة لسبب وراثي في الجينات الا نتيجة لتعامل عائلة انطباع عائلة في الطعام فلذلك ممكن يكون حجار بالنسبة للفحوصات اللي احنا ممكن نعملها في كثير فحوصات احنا بنعملها بشكل روتيني اولترا ساوند للبطن في وقت الحمل فحوصات دم وفحوصات بوروتونية مرة في الشهر او مرة في السنة ممكن نعملها الشغلة المهمة جدا فيه ممكن يكون دم في البول هو دم بالبول مش احنا الا منشوفه الا دم بالبول اللي احنا منشوفه في المايكروسكوب فهذا الدم في البول ممكن يكون نتيجة او نتيجة التهاب في المسالك البولية او نتيجة حصة في الكلاء اللي ممكن يعمل احتكاك مع الغشاء اللي بيغطي الكلاء من جوها وهذا بسبب لخروج الدم المايكروسكوبي في البول طبعا فحوصات زي ما حكينا فحوصات الاولترا ساوند هاي بس الاولترا ساوند و هاي بحال اذا اجرى حدا اشتكى من اشيء او كان عنده اعراض لا بالفحوصات الاولترا ساوندة لا اسباب تانيه وباكتشفوا انه في عندين حجار في الكلاوي فبعدما يصل هنالجواب انه في عندين حجار يودعون علي العيادة دكتور ازابنانيج نحكي على الاعراض يعني شخص عنده احجاره زي ما شفنا او حسو زي ما شفنا فيه هناك عدة أشكال السؤال هل الأعراض متشابهة عنا فاصل عنا صورة طبعا يعني هل إذا كبر الحجر بتغير هناك كمان الأعراض بتتغير وشو ممكن تكون الأعراض لازم نحكي عن الأشكال تبعت الأحجار هي أشكال جميلة جدا زي المعادن في قلب البحر ألوان كثيرة هذا حسب اللون نحن نحن نركزين على هاي الصورة الأولى حسب المعدن اللي هو بيكون الحجار وين الحجار هاي تكونت فلذلك خلينا على الأولى مركزين أكتر فالحجار هاي بيكون ألوانها غير شكل والتركيبة والقساوي تبعتها الحجار ممكن يكون زي ما حكينا في إياك مكان بس الحجر بتكون في الكلوي الفحوصات اللي إحنا منسويها زي ما حكيتي ممكن نعرف إنه في حجار عن طريق الأولتراساوند أو في حجار عن طريق البول إحنا منشوف أما الناس اللي بصير عندها حالة عرضية كنتيجة من الحجر إحنا ما منعرف إنه في عندنا حجار كل مكان الحجر موجود في الكلوي الحجر ما فيه إحساس الحجر ما بوجع وإنت الحجر بوجع لما الحجر بيسد معبر البول للطريق للمثاني فهناك بصير أوجاع الأوجاع هي أوجاع شديدة جدا اللي عنده حجار بعرف عمليا فوري إنه فيه عنده حجر اللي هو ساد له المجرى الألم بيبلش في ألم في البطن إحنا منسميه مغس كلوي ممكن الألم هذا يشد إلى اتجاه الخسرة وإذا الحجر بيكون فيه تجاه المثاني فالألم بيتجه كمان لأسفل البطن النساء اللي كان عندهن حدث حجر فيه المجرى البول اللي ساد لهن حكوا إنه الوجع الألم هو كألم الولادي بمار إنه النسوان بيحكوا إنه الوجع شديد جدا إزلام بيبكوا كتير فإحنا منقول إن النسوان إنه النسوان بيقولوا إنه وجع الحجر زي الولادي فهو مؤلم جدا طبعا كمان الولاد وبينسوا بسرعة وكمان الحجر بنسوا بسرعة أكيد بعد ما يتيبوا بكملوا يعملوا ولاد وبكملوا ما يشربوش مي أكيد دكتور رح نركز على هاي النقطة ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الفاصل صغير ومنرجح انتظرونا مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم مجددا ممكملين حديثنا مع دكتور عبد الحليم دراوشي مختص بجراحة المسالك البولية في المركز الطبي رابين دكتور طبعا قبل ما طلعنا على الفاصل كنا بدينا نحكي على أعراض الحسو في الكلا قلنا لما بيكون بالكلابة مش لهالدرجة يعني الواحد ممكن ما يحسش فيه وبعدها حكينا على إذا بيوصل للمثاني المثاني مزبوط فممكن يسبب لألم قلنا هنا النساء اللي جربوا الخلفة قالوا أنه زي وجع الولادة مشابه وطبعا الرجال قلنا بيبكوا من الوجع من قد ما هو بوجع غير الألم في البطن ايش كمان ممكن يكون هالفي هناك أعراض مثل الحام قش عريرة تقيو أوجع أخرى الوجع الحصى في الكلا هو وجع فجائي ما بعطينا وقت بكنا بعد بساعتين بدينا ببلش أوجع فالوجع هو فجائي زي ما حكينا الحصى في الكلا ما بوجع لأنه ما ما بيكون فيه انسداد للمجاري البولي عما لما بصير انسداد وجع أليم وجع حاد اللي هو ببلش زي ما حكينا في البطن العليا في الخصر وكل مكان الحجر يتقدم في الحالب المصورة بين الكلوي لبين المثاني فالوجع ممكن يذهب لأسفل البطن الوجع بيجي في أمواج طبعا ليش؟ لأنه الحركة تبعت الحالب هي في أمواج فكل ما بيجي مواج عشان البول يندز لجهة المثاني فبصير أوجاع الأوجاع هاي بتكون زي ما حكيتي زوفان معدي حم في بعض الأحيان اللي هو ممكن يكون مهم جدا للعلاج لازم نعالج بشكل طارق استفراغ تقيق كنتيجة من البول اللي بيكون من حويلة الكيلويبا بسبب فكل ما كان الحجر قريب أكثر على المثاني فممكن يكون عند الرجال أوجاع في الخصي أوجاع في رأس القضيب صعوبة في التبويل التبويل الدائم كل كم من دقيقة الذهاب للحمام يعني متقطع دكتور ماذا بيكون يعني أنه شوية متقطع وفي بعض الأحيان عدم القدرة على التبويل بتاتن أها يعني هذا الاشي ممكن يصير هيك بيوم واحد ولا ممكن الشكل فجائي يبدأ بوجع وبعدين تبدأ مع باقي الأعراض طبعا المرور الحصى من الكلوي للمثاني ممكن يأخذ أكم من ساعة وممكن يأخذ أيام وممكن الحصى ما يقدر يقطع هذا الطريق الحالب اللي هو المصورة بين الكلوي والمثاني ما يقارب طولها ما يقارب بين الـ 25 للـ 30 سنتيمتر عند الرجاء والنساء طبعا ما في اختلاف حسب طول البناء دم الناس الكثار الحالب ما يقارب 22-23 سنتيمتر وعند الناس الطوال الحالب هو أطول طبعا أما كلما كان الحجر أكبر أكبر من 4-5 مليمتر الكبر طبع الحجر ما بيسبب الوجع ممكن يكون حجر صغير وآلام كبيرة وحجر كبير آلام صغيرة حسب شكله معقول حسب الكمية الانسداد اللي موجود في الحالب فممكن يكون الحجر الصغير النتيجة تبعت أنه بعد أكمن ساعة وبعد أكمن يوم مع العلاج ومع المسكنات ومع العلاجات اللي ممكن تساعد الحجر ممكن يطلع فممكن يكون أيام إحنا بنعطي المريض ما يقارب الشهر أنه يعاني أنه يمكن يطلع الحجر آه أو لا دكتورو فيه هناك تعنقل حالات أنه الواحد عنجد يكون عنده حسب صغير يعني نحن هنا شايفين عدة أشكال إذا كان حسب صغير وحسب ووجع ممكن يطلع بدون أي تدخل تعنقل طبي أو جراحي أو حتى علاجي يعني يطلع لحاله بالبول أكيد أكيد 50-60% من الحجار اللي هي موجودة في الحالب هي بتمرق الحالة والشخص نفسه إذا الحجر هو ما يقارب المليمتر وما فوق راح الإنسان يحس ليش لأنه في المليمتر هذا ممكن يسبب له انسداد أما إذا الكريستال زي ما حكينا بالأول الكريستال صغير جدا اللي نحن نسميه الرمل ومش رمل وعمليا حصو صغير جدا وشربنا مي كفاية فالحصوة هاي ممكن تمشي مع البول بدون ما تسبب انسداد في المجرى البول في الحالب أما إذا الحجر كبير مليمتر وما فوق كل ما كبر الحجر كل ما كمية السددان زادت أكثر والصعوبة في الألم ممكن تزيد أكيد دكتور طب إسا مثلا حكينا على هاي الأعراض بحال شخص ظلوا موجوع طبعا وتوجه عادة بتوجهوا طبعا لطبيب العائلة بس يمكن بأوجع معين يمكن بتوجهوا دغري لغرفة الطوارئ في المستشفيات بهك حالة هل ممكن الواحد بفحص سريري يعرف أنه الاتجاه هو حصو في الكلا ولا بيكون فيه كمان تعني نقول هاي الأعراض مشابهة لأمراض أخرى أكيد الأطباء الموجودين في غرف الطوارئ والمختصين والمتخصصين في هذا الموضوع ممكن نعرف مين عنده حصو في الكلا عن بعد كيلومتر كيف أكتباتنا نعرف كيف الألم اللي هو بحكي عنه ألم شديد في الخصر الألم هذا بيجي في شكل أمواج ممكن يشد للبطن الأسفل طبعا إحنا بنعرف ممكن يكون شغلات ثانية اللي هي ممكن تعطي نفس الألم أما آلام الظهر أو آلام العضلات مش زي آلام الحصو في الكلا آلام الظهر أو آلام العضلات هي آلام اللي ممكن إحنا نعرف إن نحط في مكان معين صغير جدا الألم في الحركة ممكن يزيد الحصو في الكلا اللي هي سادة الحالب ما بتتغيرش لا في النوم ولا بلوك يعني هو قاعد هو واقف نفس الوزن هو واقف كل الوقت طبعا ممكن يكون حالات طبية ثانية اللي ممكن تشابه هذا الألم أوكي فإذا كان الألم من الجهة اليمنية ممكن يكون عند الإنسان في حجار في كيس المرارة أو في ممكن يكون عند الإنسان التهاب في الزايدة فلا نعرف ممكن يكون حسب يعني بالنسبة للحصو دكتور ممكن يكون بالجهة الشمالية أو اليمنية مش بجهة واحدة في تساوي بالجهتين في من اليمين ومن الشمال في بعض الناس اللي بكرروا صنع الحجار من جهة واحدة ليش الله أعلم في كانت شائعة مرة إنهم بناموا على الجهة هاي فلذلك بكونوا الحجار في الجهة هاي يعني قلت لسانده هو للكلا وشو بعدين لأمرتين الفحص المهم جدا والأولي جدا لتشخيص الحصى في الكلاء هو فحص السيتي فحص بدون مادة الدواء اللي من دخلها للوريد وفحص سريع جدا اللي ممكن يعطينا صورة شاملة وكاملة عن موقع الحجر الكبر طبع الحجر المنظر منظر الكلا الكبر طبع الكلا هل في التهاب في الكلو ما في التهاب الكلوي هل في حجار ثاني ويعطينا صورة كاملة كيف احنا ممكن نعالج ونقرر كيف احنا نعالج بهذا الحجر لاتجاه عملية او جراحية او لاتجاه انه ممكن نقوله ممكن انه هذا الحجر يطلع خلال ايام عن طريق شو دكتور ادوية ولا منرجع نحكي على المي نركز نركز على المي اول اشي شرب المي الزايد هو بساعد على تنظيف المي بتنظيف الكريستالات اما اذا بنشرب مي كثير هذا ما بسبب انه الحالب يشتغل بشكل اكبر الحالب يشتغل بشكل اوتوماتي كمية البول اللي احنا بنصنع عنا في الكلة تقريبا عشر دقائق من الكلوي للمثاني لو كيش حتى لو بنقف على راسنا البول بيصل بنفس السرعة بحركة الحالب فلذلك كمية المي هي مهمة جدا فزي ما حكينا في الفاصل ليش المي مهمة جدا اذا منيجي بنحكي عن الترسبات والمعادن هو بالذات احنا بنحكي على التشبع تبع البول اذا منيجي بناخد كاسة مي ومنحط فيها معلقة ملح ومنحركها بالذوب اذا مناخد المعلقة الثانية ومنحطها في نفس الكاسة ومنحركها ممكن يصير ترسب قليل منها في قاع الكاسة يعني جربوها بالبيت هيك في البيت طبعا واذا مناخد المعلقة الثالثة ومنحركها فبضل في قاع كاسة المي الترسبات كذلك الامر في الكلا كل ما زادت كمية الترسبات والمعادن في البول هيك بصير عندنا زي ما بصير في الكاسة فاذا مناخد الثلاث معالق مي ومنحط في لتر مي الملح منحط في لتر مي فالاشي بذوب وبمشي فكذلك الامر يعني كونما احنا منشرب مي هكي منغسل الكلا ومنمنع يعني ممكن يكون كوقاي المياه تكون كنوع من الوقاي اول علاج واخر علاج هو المي اه اول علاج واخر علاج اذا منضطر للحالي الناس اللي بيجوا عندنا في الطوارئ لما بيكون عندهم الوجع البطن فالعلاج هو مسكنات نيطيهم مسكنات اغلب الساعات يومين ثلاثة مسكنات مع شرب مي عادي في بعض الناس اللي بنطلب نحط في الوريد مي او سوائل لأنهم كسبب من الجفاف من الاستفراء اما اغلب العلاج هو علاج مسكنات حتى الحجر يمر اه اذا بدنا نحكي طبعا حكينا على المسكنات دكتور من نحية الاوجاع غير المسكنات هل في هناك ادوية اللي ممكن تساعد على تدبيب او تفتيت الاحجارة في نوع واحد من الاحجار اللي ما يقرب بين سبعة لعشرة بالمية من الاحجار اللي هو حجار حمتاء وريط حوامط بولية اللي ممكن احنا نيجي نعطي ادوية اللي هي تذوب هاي الاحجار طبعا ما بتذوب الحجر الاول اللي احنا لقنا بس هي ممكن تمنع الاحجار المستقبلية فممكن احنا نساعد بتذوب هاي الاحجار هي كمية صغيرة جدا من الاحجار ما يقرب السبعة للعشرة بالمية احنا ممكن نساعد في منع تكون الاحجار من اول وجديد دكتور عبدالحلم اطلع كمان فاصل منرجع مشاهدنا الفاصل اخر منرجع انتظرونا دكتور عبدالحلم طبعا بدينا نحكي هون على المسكنات وكل هاي الامور اذا بدنا نجي اليوم نحكي على العلاجات وخاصة احدث العلاجات يعني طبعا في البداية اذا الواحد كان بحاجة كنت تعمل عمليات جراحية اليوم بالغنى عن هاي الامور وطبعا النتائج هي كتير منيحة شو اخر المستشدات بكل ما يتعلق بعلاج الحصى التكنولوجيا اتقدمت كثير بثات في العلاجات الجراحية للحصى في الكلا لحديد قبل 30 سنة احنا كنا مجبورين نعمل فتح للبطن او فتح للخسر حتى نصل للحجر ونطلع حجر صغير نفتح 20 و 30 سنتمتر في الاوجاع واليوم ما في حاجة نعمل هذا الاشي قبل 30 سنة كان في بداية في ماكنة اسمها الصدمات الصوتية الخارجية الصدمات هاي كانت تصيب الحجر وتفتفت الحجار لحصة صغير جدا طريقة متقدمة طريقة غير داخلة في قلب جسم البنآدم من الخارج نعمل الصدمات الصوتية منفتت الحجر لحجار صغيرة جدا والبنآدم بفرز هاي الحجار طبعا هذه العملية ما بتلائم كل الناس ما بتلائم كل أنواع الحجار ما يقارب نعمل 10% من كل العمليات الصدمات الصوتية الخارجية وباقي الحجار نستعمل التليسكوب ممكن يفرجونا صورة أكيد لحنشوف العمليات إذا ممكن على الشاشة للإندوسكوب إحنا منسميها الأوروتروسكوبية زي ما انتوا شايفين هاي صور من عملية إحنا منعملها الحجر اللي انتوا شايفين هو حجر في داخل الحالب يعني ما ماش انسداد زي ما انتوا شايفين الحجر بتكون في الكلو في المجرى البول في قلب الكلو من هناك الحجر وصل لقلب الحالب فسبب انسداد إحنا منصل للحجر هذا عن طريق تليسكوب صغير جدا الكبر طبعه ما يقارب 2.3 ملي صغير جدا ممكن نصل لحد الحجر اللي موجود في أي مكان في داخل المسالك البولية اليوم ما في حاجة نعمل أيات عملية فتح للبن آدم عشان نطلع حجر في هذا التليسكوب منصل زي ما شايفين منصل لأيات حجر في الصورة C وD احنا منشوف هناك الليزر اللي احنا منستعمل في تفتيت هذا الحجر قوة الليزر هي قوة رهيبة جدا ممكن تفتيت أيات حجر مش مهم شو الكبر تبعه وبعد ذلك منمسك الحجر هذا مع سلة صغيرة ومنطلع على برة وزي ما انتم شايفين بالصورة الأخيرة من تحت الحالة بنضيف جدا ما فيه حجار وهيك من قيم الألم بشكل فوري بعد العملية طبعا لازم نعرف انه كل العمليات الحجار هي عمليات اللي بتنعمل في تخدير كامل ما في تخدير موضعي الا تخدير كامل او تخدير نصفي الإبيدورال اما لازم يكون تخدير كامل او نصفي حتى ممكن نطلع الحجر دكتور بالنسبة لقلنا للعلاج الاول انه بتفتت الحجر هل هذا بيوجع اكتر لانه يعني اذا الحجار مفروض تطلع مع البول هل هذا الاشي ممكن يسبب اوجاع يعني طبعا مش مثل العملية اللي اسا شفناها انه هيك الواحد بطلع خلاص نضيف فيش اشي الصدمات الصوتية الخارجية ممكن تفتت الحجر لكمية صغيرة جدا والبن ادم ممكن يطلع هاي الاحجار لبرة وممكن يسبب الام كبيرة لما الحجر هذا ممرك زي ما حكينا بالاول لما بصير الحالة في الحجر لما احنا بنعمله تفتيت ونطلع بالليزر فما بيضل الحجار كل عملية فيه الالام الخصوصية تبعتها التفتيت الخارجي الصدمات الصوتية ما في كثيتر بعد العملية يعني في قلب كيس البول ما في ستنت اللي هو من سيليكون اللي موجود في قلب الحالب لفترة زمنية فلذلك الشعبية تبعت الصدمات الصوتية قلت في السنوات الاخيرة ما يقارب العشرة بالمية فقط والتسعين بالمية بيقرروا ان هن يعملوا عملية الاندوسكوبية الأورتروسكوبية عشان نقيم الحجار في الاخر احنا منيجي منعرض على المريض شو الطرق الموجودة للعلاج طبعا اذا في حالي معين اذا ما بلائم الصدمات الصوتية فنحنا ما منيجي منعطيها الامكانية اكيد يعني هاي دكتور اذا بنجي نلخص من ناحية العلاجات هالعلاجات اللي موجودة اليوم وكلها ناشحة نعم اليوم النجاح تبع الارتروسكوبية والاندوسكوبية عشان ننكسر الحجار الحصة ونفتفتها ونطلعها لبرة ما يقارب 98% يعني ما في فشل طبعا في بعض الاحيان احنا ما منقدر نصل للحصة كسبب من التهاب اللي هو ما فوق الحصة او ما تحت الحصة فوقتها منترك مصورة من سيليكون لفترة معين الاخر بنادم بطلع بدون احجار للحال للمستقبل كنت بدي اسألهم دكتور قداش النسبة الاشخاص اللي مثلا عملوا عملية او تعالجوا لعلاج الحصة ولكن رجع الهين الاشي بعد فترة قداش النسبة تاعت هاي الجواب مكون هو من عمر المريض كلما كان عمره المريض اصغر فالإمكانية انه في الحياة المستقبل لانه يكون احجار هو اكبر في عندنا ما يقارب خمسين بالمئة من الاشخاص راح يكون عند هين احجار كمان مرة بعد سبع سنين وسبعين بالمئة من الاشخاص بعد عشر سنين راح يرجع عند هين كمان مرة الاحجار طبعا الجواب ممكن يكون يختلف لنوع الحجر الناس اللي عند احجار فهي الاحجار ممكن نذوبها ونفتفتها على طريق ادوية زي ما حكينا اما هاي الاحجار بتعرف ترجع في وقت قريل جدا ما يقارب السنين والثلاث الاحجار ترجع تتكون كمان مرة اكيد دكتور اذا بدنا نعطيك نصائح اخيرة لمشاهدينا بنسبة لموضوع الحصاش ممكن هكي الواحد زي ما قلنا يكون بقايا غير شرب المياه بكمية شرب المياه بكمية تخفيف الاملاح تخفيف اذا في حدا عنده حجار اللي فيها الاكسالات يخفف من المواد الغذاء اللي فيها اكسالات لازم نروح نفحص حالنا عند الدكتور عشان نعمل التحاليل تبعة البول الجمع تبع البول عشان نعرف بالضبط شو المكونات تبعة البول تبعة كل شخص وشخص وحسب المكونات تبعة البول احنا منعطي من لائم الدييتا ومن لائم الغذاء لكل مريض ومريض طبعا والعلاج الدائم واللقاءات الدائمة مرة كل ستة شهر او كل سنة نرجع عشان نعمل فحصات من اول وجديد عشان نمنع حجار انها تتكون بدون ما نعرف دكتور طبعا قبل ما ننهي حلقتنا لاخر عام 2020 دكتور طبعا بدنا نضطرق لموضوع الكورونا قبل ما نخدم الحلقة طبعا انت كنت من اللي اخذوا هذا التطعيم صارلك تقريبا عشر تيام ما اخذ التطعيم وطبعا انت اشتغلت مع كتير مرضى بعانوا من الكورونا وهيك اذا بدنا نجي نلخص وبدنا هيك نحكي للمشاهدين بالنسبة للتطعيم بما انه كان الكل يستنى وينظر هذا اللقاح شوفينا هيك نحكينا مشاهدينا مرض الكورونا ومعانا ما يقارب العشر اشهر واللقاح وبشرة صارة جدا ومهمة جدا علمانيا للعلاج في الكورونا طبعا انا في مستشفى المركز الطبي رابن زي باقي المستشفيات في الدولة احنا شفنا مرضى صعبين جدا للكورونا وللاسف المرض والفيروس ما بعرف يفرق بين مريض اللي هو ختيار او مريض او مريضة اللي هو عمره صغير طبعا الناس اللي كبار في السن واللي عندهم امراض الامكانية ان هن يمرضوا ويكون عندهم عوارض صعبة جدا حتى الموت هن اكثر من وطبعا اللقاح هو اللقاح مهم جدا اللقاح هذا فيه كثير اخبار وهي اخبار كاذبة في الاعلانات بتقول انه هذا اللقاح ما نعملش فيه فحوصات او ما تجربش فترة زمنية معينة هذا الاشي مش مزبوط هذا اللقاح موجود سنين كثير اللقاح هذا وبالطريقة هاي بالميسنجر ار انا اللقاح هذا عملوله تلاؤمات للفيروس اللي موجود عنا اليوم طبعا ممكن اللقاح هذا لازم يتاخذ عن طريق جرعتين بين كل جرعة وجرعة هي ثلاث اسابيع بعد ما ناخذ الجرعة الثانية ما يقارب اسبوع بعد ما ناخذ الجرعة الثانية عمليا شهر بعد ما اخذنا الجرعة الاولى رح يكون عنا مضادات حيوية انها تحارب فيروس الكورونا الخلايا اللي احنا مندخلها مع اللقاح هي خلايا اللي بتطلع من الجسم خلال فترة قصيرة جدا ما يقارب الايام القليلة بتأمل انه اغلب الاشخاص ياخذوا اللقاح اكيد وطبعا احنا منعرف انه بمجتمعنا العربي فيش كتير اقبال عشانك كمان عم بتطعموا اجيال صغيرة لانه بالنهاية اذا ما استعملوش هذا التطعيم فرح ينكب يعني فهذا اللي سمعنا طبعا بالايامات الاخيرة دكتور عبد الحليم درابش مختص بجراحة المسالك البولية في المركز الطبي رابن شكرا مشاركتك بحلقة اليوم شكرا للكو على استضافة اهلين مشاهدين الاعزاء اللي هنا وصلنا لختام اخر حلقة من كل صحة لعام 2020 بتأمل انه خلال السنة افدناكم بمعلومات قيمة ومفيدة وكلنا قد المسئولية بموافاتكم بكل ما يتعلق بجائحة الكورونا اللي مكمل معنا بسنة 2021 ولكن كلنا امل انه خلال العام الجديد تكون من ورانا الرجاء استمروا بالمحافظة على توصية وزارة الصحة ووضع الكمام بعد اجتماع وتعقيم اليدان خاصة في فترة الاعياد المجيدي ورأس السنة الميلادية وطبعا من وجه تحية شكر وتقدير لكل التواقم الطبية المستمرة في جهودها وعملها في مواجهة الكورونا مني انا سمر عودي كارنتي ناجي بدي اتشكر جميع المشاهدين اللي بيتابعونا باستمرار وبيدي اشكر طاقم برنامجي كله صحة اللي مرفقني خلال كل السنة مني انا طبعا القطية بالتمنيات ان شاء الله تكون سنت خير محبي والسلام على الجميع وكل عام وانتو بقى الف خير